ما فيش شك ان الدولة المصرية ممثلة في وزارة العمل شغالة بقوة على صناعة كادر مهني يقدر انه يواكب المهارات العالمية لسوق العمل التنفسي في الوقت الحالي شغالين على توفير عامل مصري مدرب بكفاءة يطلبوا سوق العمل الداخلي وكبين الخارجي ازاي شغالين على الملف ده يمكن ده تفاصيل كتيرة يا مصطفى اعتقدي ان الدولة المصرية يعني بقالها فترة تتكدم على الموضوع ده وبقالها فترة ايضا حتى موقع من اجل هذا الامر وكلنا عارفين ان العمالة المهنية اللي هي السباك النجار وكل هذه المهن من اكتر المهن اللي مطلوبة وخصوصا في سوق المأولات ازاي الدولة المصرية بتآهل دول وبتطلعهم على الريجوليشنز او يعني الشكل اللي طلبينه بره بالمواصفات المواصفات دي يعني ده اللي احنا عرفه تحديدا منذ فتنة النهارد في سوديو صباح الخير يا مصر المهندسة ياسمين منضوح مدير عام متابعة التدريب المهني في وزارة العمل صباح الخير يا حركة صباح الخير اعنا وصحنا اعديك يا فن في البداية زي ما اقولك كده في مواصفات بتطلبها بعض الدول من اجل سفر العمالة طبعا وكلنا عارفين من اكبر سوق العمالة في العالم العربي هو مصر احنا اكبر دولة في التعداد يعني طبعا فعلشان نسفر هؤلاء محتاجين زي ما نقول كده ايه نديهم بعض الارشادات ايه اللي بينقصهم تحديدا مش هنتكلم على لزي نعوضهم بس ايه اللي بينقصهم تحديدا وإيه اللي دايما بتلاقي يعني الفجوة فيني يا بشوان طبعا ممكن عايزة ابتدي بس ان وزارة العمل بتأكد على تطوير مرزوم التدريب المهني في الوقت الرهن تمام مرزوم التدريب المهني مرزوم التدريب المهني دي بتتكون من 82 مركز تدريب مهني على مستوى مصر منهم 38 مركز تدريب ثابت في 25 محافظة ومنهم 34 وحدة تدريب متعطلة وحدة تدريب متعطلة دي عمارة عن عربية أو ورشة واحدة تدريبية بدرها ضرار بتتنقل بين القرى الأقصر اختيادا المستهدفة في مبادرة حياة ريما وفي منهم 10 وحدات تدريب سبتة وحدة تدريب سبتة يعني ورشة تدريبية واحدة احنا بندرّف وزارة العمل على 49 مهنة مختلفة كلهم مهنة خرفية دونهم طبعا أشهر مهن فيهم التفصيل والخياطة التهربة استبات أكثر المهن المطلوبة في سوء العمل سواء الداخلي أو الخارجي يمكن زي ما حضرتك قلتها هو دورنا أننا تأهيل العمالة المصرية وتلوية اختداد سوء العمل سواء في الداخل أو في الخارج تطوير المنظومة بيوم على 3 محاور أو أكثر من محاور أهمهم مثلا تطوير البنية التختية بتاعة مركز تدريب تطوير التجهيزات رفع تفاية المدربين أعداد المناهج التدريبية تكون مهربة للتطرد ميكنولوجي على طول أهم حاجة نعمل دلوقتي في تطوير المنظومة أننا نتعطد أو نتشاور مع القطاع الخاص متمثل في اتخاذ الصناعات اتخاذ الصناعات ده بيمثل سوء العمل الخاص أو أصحاب الأعمال في احنا من كده أنا بدرب طبقا لتلبية اختيرات أصحاب الأعمال فبقى أضبنا أن هما هيأخذوا الخارجين بتاعنا هيبقوا منعفقين مع اختيراتهم هيوفق لهم فرص عمل ويمكن هو ده الهدف الرئيسي بتاع التدريب أنه ينتهي بتشغيل أو توظيف لخارجين الشباب زي ما قلت أنا هتشارط مع اتخاذ الصناعات هتشارط مع مؤسسة إبدأ مؤسسة إبدأ هتبدأ معي في بروتطول في تنفيذ رفع تفاقة المراكز في توفير بنية تختية دايدة المتستدريب في إدخال التكنولوجيا المعلومات على المراكز في الرفع عداد الطرق التصوى أو الاستخدام اختصاء خيرا لما تستدريه بالورش التدريبين لو تكلمنا عن نقطة تصدير العمالة للخارج احنا يمكن قبل الهواء كنا بنتكلم مع حضرتك أنه بتعمله إيه كوزارة العمل وقلت لي أنتو بتتكلفوا كل حاجة بتأمينها إيه أبرز المهن المطلوبة في دول زي أوروبا مثلا ودوركم بيبقى إيه وأنا النهار ده لو عامل عايز أقدم أعمل إيه طيب بالنسبة لتأييل عامل في الخارج أو صفر العمال المصرية الخارج ده توله دولة من سنة الفاتت وإحنا وفزارة العمل متوليها لنفس المحطة ده أولوية تأهيل عمال الصفر والخارج يمتحد لو متبعيد آخر حاجة إحنا صفرنا عدد من العمال في مهنة تشهيد والبنى لدولة البصنة والهارسل تمام؟ دور وفزارة العمل بقى في متالي التدريب في تأهيل الشباب ده للصفر والخارج يمتن فيه تنربة نتخة إحنا عاملين شراقة مع معهنة السليزيان الإيطالي تمام؟ أو الضمبوسبو منقدم تقريباً 3000 منحة للشباب على 23 مهنة من أكثر المهنة المطلوبة منهم دي اللي سيه الكنترول سيه اللي سيه اللحام التبريد والتكييف الرافت الويب تمام؟ المنحة دي مدانية تماماً للشباب الميزة في المنحة بتاعتنا معهنة السليزيان إن الشباب أو المتدرب بياخد ثلاث دورات تدريبية منهم دورة تدريبية فنية على أحد المهنة اللي قولت عليها وفي دورة تدريبية على اللغة وده اللي بيأهله الصفر للخارج ممكن إنجليزي، إيطالي، ألماني في دورة أخرى دورة الثالثة بتاعتهم مهارات حياتية ودورة المهارات الحياتية دي بتأهيله إنه هو إزاي يعمل سي فيه إزاي يقدم للشغل إزاي يعدي المعاملة الشخصية كل الكلام ده منتو أهله كل ده مدانا يعطروا الدورات دور بيأضاف معهنة السليزيان طب الدولة بتعمل كده ليه؟ ما هو ده دور الدورة إنها تأهلي الشباب سواء الشغل في الداخل أو في الخارج طب أنا أنا النهاردة ما أحد يقولك ما هو كده كده الرجل ده من قبل ما أنتو تبقوا موجودين كان بيجيلوا عقد عمل في الخليج ولا في أوروبا بيقدم ويطلع إحنا أنتو أضفتوا إيه بقى كده؟ إحنا أضفنا إيه؟ إن أنا أضمن لهم لما يسافروا ببرة يكونوا أهل فعل الوظيفة دي يبقى فيه الوظيفة دي النهاردة فيه العاملين النهاردة فيه بلاد كتير قوي بتوفر عاملين أن النهاردة لازم أوفر عامل كفأ عشان يروح يقدم خدمة كويسة فبالتالي يقدر يطلب تاني فيوفر عملة صعبة وإن الدولة تطلب تاني من العامل المصرية هل ده بقى بيحصل؟ هل بيطلبه تاني؟ طبعا يعني هو لو سافر وحسم زمعة العامل المصري ده هيشدق أنه فعلا يطلب الدولة تطلب عامل المصرية مرة أخرى يعني فيه المهارات الحياتية الكورس ده مهم جدا يعني يمكن أهم من اللغة واللغة طبعا هو ياخد تلع كورسات مع بعض إنتي كده أهلت الشاب تأهيل من كل ده بتتكلفوا أنتو بالفيزا مصاريف الفيزا والحاجات دي كل الخدمات اللي بتقدمها المزارة مدانية سواء التدريب سواء التأتيم على العمل الشغل بالخارج كل مداني بدون أي وصع طب شخصا زي ده يعرف إزاي والوسيلة بتاعتكو يمكن هي مش الأقرب لي يعني انتو عن طريق الانترنت آه طبعا طبعا معلش يعني وانا الجار أو سباك أو يعني حد من المهن دي مصر يا فندم مفيش خد أو مواطن مصر دلوقتي مفيش فيديو تايفون قاعد على السوشيال ميديا بيتفرج على التيكسوك معنوش أبدو مسعلا عارف يا فندم خلينا صرحة يعني تفضل تفضل مع حضرتك مش داخل على موقع وزارة العمل يعني أنا قصدي هل انتو حطيتو عشان توصلوا للناس دي لازم أنزل لمستوهم أو أعرف أتواصل معه مش لازم سوشيال ميديا ممكن يتواصل عن طريق رب مرتب عمل لي رب مدرية عمل في المحافظات بيروح يقول يا جماعة أنا عايز أسدل أننا راغب عمل في الداخل أو في الخارج ومتغيرد عليه واشتغل مثلا سببات بالزبط لو في الداخل مثلا إحنا عندنا نشرة قومية للتشغيل بتخرج كل 15 يوم بكل الوظيفة المطلوبة على مستوى مصر ممكن يقدم فيها في أي وقت حلو وبيبقى فيه تعاونات مع دول أوروبية إنه إحنا مثلا محتاجين فئة معينة من العاملين بيشتغلوا الشغلان المعينة إيه أبرز المهن المطلوبة؟ التشهيد والبناء يعني التشهيد والبناء هي طهرة بس باتة حداد مسلخ نردر مسلخ ويمكن دي أكتر المهن المطلوبة طب وإيه أكتر الدول اللي بتطلبنا؟ والله إحنا الدول العربية طبعا يمكن أكتر حاجة متعاون معها طبعا السعودية السعودية طبعا الكويت الإمارات عشان تدى فيه بتقول فحص المهني مع الدانب السعودي أو وزارة المهن المشارية السعودية تفايل الفحص المهنة دي إن أنا بعمل اختبارات العامل مصري هنا قبل ما يسافر تبطى الاختيادات الدانب السعودي انه هو الدانب السعودي بشارك معي في إدراء الاختبارات دي طبعا وبتبقى اختبارات عملية ونظرية وبنان عليه بياخد شهادة فحص مهني وبتدمن له إنه هو الستدامة والشغل في الصعودية اختبارات الفحص المهني ما هي بقى خلاص الفحص الليها؟ أنا بروحك هو بروتقول بيننا وبين وزارة المواني البشارية السعودية تلام؟ ده في السعودية بس يا فانت؟ ده للسعودية بس هيتعمموها؟ طبعا هنعممها يعني ممكن ده توراية الوزير محمد جبران تعممها على طول الدول العربية وده فطريني ده عشان ندخل نتربع نكحة فعلا ازي بروحكا خيرت احنا بيتعمل على 23 مهنة اقصر المهنة المطلوبة في الجانب الساودي مفيش مواطن دلوقتي يسافر للسعودية من غير ما يحصل على شهاد الفخص المهن طيب التشييد والبناء كمان أكتر المهنة المطلوبة في الدول العربية آه طبعا يعني أوروبيا وعربيا زي أكتر المهنة المطلوبة آه طبعا آه طب وبخلاف الدول العربية ايه تاني؟ دول الأوروبية مثلا ايه؟ ما نقول في حالة يعني فيه اليونان فيه بتقول مع اليونان دي أعمال الزراعية طبعا وفيه البصنة والهرسط وفيه دلوقتي بقى دول تانية لسه بغير نوزير أعلن عنها زي ألمانيا زي إيطاليا اللي فيه مدال قريب ان احنا نصف احنا بقى كدولة مصرية بنروح نقول لهم احنا عندنا اللي هما اللي بيجوا اطلبوا من يدك؟ اللي اتنين اللي اتنين اللي اتنين وعلى أساسه احنا لازم نوفر قعدة بيانات لعمال مؤهلين بالضبط احنا عندنا مصريدة او متاتب تمثيل عمالي في الدول العربية فهم دول بيسعوا ان هو هيديه بفرص عمل مواطن المصري واحنا ببتزي هنا بندرب وندهز ونعملين على الوظائف دي وبنبعث الناس المؤهلة فعلا بكلمين عن وحدات المتنقلة دي بتعملي بالضبط بتبتأهل ازاي وبتوصل ازاي مع قرحها كريمة نحتاجين نحط يعني قط تحت النا وحدات تدريب متنقلة ده سيما قلت ان وزارة العمل تمثلت 34 واحدة تدريب متنقلة منهم 27 وحدة بيدربوا على 3 مهن تفصيله الخياطة والقهربة والسبايتة في نفس الوحدة تمام؟ واطلقنا 8 واحدات شهر وميوم الصابد 8 واحدات منهم 5 واحدات بتدرب على اللغاية وصيانة الموبايل وصيانة الخاسب دول بردو في نفس الوحدة ويمكن هي دي الميزة او الفرق الابتكار اللي في الوحدات المتوقلة انها بتدرب على 3 مهن في نفس العربية هي دي عبارة عن عربية بالررار بتتنقل بين الكرة فالمميزة فيها إن العربية بتوصل المواصل المصري لحد باب بيته يعني مش بيتتلف انتقال مش بيتتلف مصاريف انتقال العربية بتقعد في القرى تقريباً ثلاث شهور لحد ما بتنفس كل اختلاف تدريبية في القرية زي مرة أخيرت الفرقة فيها إن هي بتشتغل صباحاً مثلاً تفصيل وخياطة للسيدات وبتشتغل مثلاً تهربة وثباتة للشباب فهي شغالة طول اليوم طب هل أنا النهاردة لو عندي ابن مثلاً لسه في يعني بيدرس حاجة مهنية مثلاً هل أقدر إن أنا قدم له ياخد الكورسز دي يتعلم منها بيقولك دايماً مهم إن أنا أتعلم صنع يعني لو لسه حتى بيدرس ياخد كده على جنب في هو السامر كورس يعني أو الصيف يعني ينفع بتعميله ده؟ كل ناحية اللي بقصة حياتي إحنا نستعد في كل فئات المجتمع يعني من ناحية أنا مش شرط عندي إنه يكون متعلم أو معاش شهيدة أو بيدرس أنا أقول الشرط اللي عندي إنه هو يريد الكتابة والسن متاح من سن 18 سنة لسن 45 سنة زي ما قلت في كل ماكست تدريبة على مستوى مصر يعني هيلاقي أفأي محافظة هيلاقي مركز أو واحدة متغطلة بياخد مميزات كتير من التدريب بياخد شهادة مغتمدة من الوزارة طبعا الأوائل في الواحدة المتغطلة أو الأوائل في الدورات التدريبية بيحصلوا على دوائز مرد خياطة لو مين التفصيل وخياطة أو بياخد شنطة عدة ودي بتأهل أنه يعمل مشروع خاص بي يبتدي يعني يبداية إحنا فين من دول أمريكا وأستراليا أو كندا يعني هل إحنا بيطلبوا مننا نصدر لهم؟ أما كنت عايزة أزود حيرا بس إن إحنا وحدات التدريب متغطلة دي اللي مشاركين فيها في مبادرة بداية بداية دي ده تنمية الإنسان إحنا مشاركين نحن ننفس تعريبا مئة دورة تدريبية تدريب ألف ومتدرب على المهنة اللي أنا قلتها التفصيل وخياطة والتهرابة والسباية سيامة الحاسب سيامة الموبايل اللغات تبريد وتركيف تعداد المقتولات السريعة وزي ما قلت نحن تعريبا هنوزع مئتين تعداد الوجبات السريعة؟ أه كمان يعني الكيترينج أو الشباب اللي يبقى في عربات الهوت دوغ في أمريكا أيوة بالضبط عربية تدريبية شبه للعربيات دي بياخد فيها كل زي مقتولات سريعة ومشروبات سريعة دي موجودة خلقصة بنأهلف ده كمان أه طب ما حلو قوي الكلام طب ده على كده دي حاجة مهم يعني يعني حلم السفر اللي بره ده بيراود شباب لا موضوعه بقى سهل بيراود شباب موضوعه بقى سهل وانهنا شباب من نأهله انه هو يبقى قادر انه هو ييوم بالوظيفة دي في الخارج يعني لو لزي ألمانيا مثلا التعليم الفني فيها او اللي هم اللي في مرحلة السنوي او الديو هم العماد الأكبر هم أكتر ناس اللي واخدين شعادات هم فيها قليلة لكن هم دول اللي شايلين البلد تقولي ايه الشبابنا بقى اللي داخل ومكسوف انه هو مثلا يخش تعليم فني او تعليم مهني وشايف ان ايه يعني حاجة وحشة يعني عندنا احنا عندنا حاجة زي كده وسيلة السفر عندنا نمازل نجحة طبعا خيرت لو شفت نمازل نجحة والنطلع من المهني استدريم مهني ناس كتير فتحت مشاريع خاصة بيها فتحوا ممكن مكتب او محل صيانة موبايل اشتغلوا في فنادق كبيرة لتدربة على السياحة يعني حتى لو مسافروش بيستفيدوا من ذلك بيستفيدوا هنا بيفتحوا مشاريع صغيرة وممكن احنا عاملين بتكون مع مشاريع الصغيرة بيدوا خلال الدورة بيدوا دورة تدريبية عريات العمال ازاي ممكن يعمل مشروع ازاي يعمل دراس الددوة ازاي ممكن ياخد طارد من الدهاز ويسددوا طيب بشواندسة يسمين سريعا جدا هسأل حريك تاني احنا فين من دول زي امريكا وكندا واستراليا هل الدول دي بتطلب مننا عمالة ولا احنا بعيدة عنهم كحتى مسافة ف لا انا اقول صحيحة يعني ممكن في مدالي الدول الاوروبية زي ايطاليا زي المانيا هم دول اللي احنا بنحاول ناخد بعثي منهم المهارات يمكن احنا بنحدث دليل التصنيف المهني دليل التصنيف المهني ده بيضم كل المهن بالمهارات المطلوبة فا احنا هناخد المهارات المطلوبة مثلا في دول اوروبية او دول عربية وهنفضل نشتغل عليها في تدريب المهني نشكرك شكرا لك يا بش مهندسة ياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني بوزارة العمل نشكرك يا فاني شكرا جزيلا بش مهندسة وان شاء الله يعني كل التوفيق لولادنا اللي عايزين يسافروا او اللي مش هيسافروا ان هما يتقدموا من خلال موقع وزارة العمل ويحصلوا على شهادات معتمدة اعتقد انه هتاهلهم لسوق العمل كويس بشكل كويس جدا وحتفرقهم جدا عن مجالهم سواء في الداخل او في الخارج